اشتركوا في القناة لأن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآية مر بنا لفظ تمسوهن وبينا فيما خلى أن هذا الفعل قرأ هكذا تمسوهن وقرأ أيضا في السبع تمسوهن وقرأ شذوذا تمسوهن ووجهنا ذلك في الآية السابقة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على التفسير من قبل أن تجامعوهن هكذا على التصريح لأن المماثة في الآية كناية عن ذلك ففسرها بهذا وهو دليل على أنه كان يقرأ بالتفسير أو كان يفسر فحمل التفسير على القراءة ومعلوم أن يعقوب إذا وقف على مثل هذا اللفظ فإنه يقرأ بهاء السكت فيقول ما لم تمسوهن وهكذا في نظائر ذلك وفي قوله تعالى فنصف ما فرضتم لفظ نصف بكسر النون وعليه قراءة الجماهير فنصف وقرأ شذوذا على لغة أخرى في النون وهي الضم فنصف فإنه يقال في اللغة نصف ونصف ونصيف أيضا وقرأ أيضا شذوذا فنصف ما فرضتم قراءة الجماهير فنصف بالرفع أي فلكم نصف أو فلهن نصف ما فرضتم فهو مبتدأ مؤخر وأما قراءة النصف الشاذة فهي على معنى فادفعوا أو فأدوا نصف ما فرضتم وفي قوله سبحانه إلا أن يعفون هذه النون هي نون النسوة وهذا الفعل على وزن يفعلنا وهناك فرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون فالنون في الرجال هذه هي النون التي تكون في الأفعال الخمسة وأما في النساء فهي نون النسوة ولهذا يكون الوزن في الرجال يعفون وزنه يفعون وهو من البدهيات في علم الصرف من البدهيات لدى العلماء وقرأ شذوذا إلا أن يعفونه وهي قراءة الحسن قال في الدر المصون وفيها وجهان أحدهما أن هذه الهاء ضمير يعود على النصف والأصل إلا أن يعفون عنه والوجه الثاني أنه هاء السكت ويقال لها أيضا هاء الاستراحة وإنما ضمت تسبيها بها الضمير كما قال الأول هم الفاعلون الخير والآمرونه أراد أن يقول والآمرونه فجاء بالهاء وضمها وفي هذا الاستشهاد نظر وقرأ شذوذا إلا أن تعفون بالتاء للخطاب وهو خطاب للنسوة أيضا ويكون هذا على سبيل الالتفات وفي قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذه هي قراءة الجماهير أو يعفو على النصف لأنه معطوف على ما سبق إلا أن يعفون أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقرأ الحسن أو يعفو هكذا بسكون الواو وتسقط حينئذ في حال الوصل قال أهل التعليل في ذلك إنه استثقل الفتحة على الواو التي هي حرف علة فسكن للتخفيف وفي قوله سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى هذه هي قراءة الجماهير وقرأ شذوذا وأن يعفو بلياء أي وأن يعفو الأولياء أو الذي بيده عقدة النكاح وفي قوله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم هكذا بضم الواو وقرأ ولا تنسوا الفضل بينكم على أصل التخلص عند التقاء الساكنين وقرأ شذوذا أيضا ولا تناسوا الفضل بينكم على المفاعلة والمعنى ولا تتناسوا الفضل بينكم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر